بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى حلقات يلا نبني حلقات مهمة جدا جدا لأن ساعة ما بنبني احنا مش بنبني أولادنا بس احنا نفسنا بنكمان بنتمني ولذلك لأن احنا بنتكلم على بناء مزدوج بناء لينا وبناء لأولادنا وهو دوت المفهوم اللي لازم نعيشه في الوقت ده ساعة ما بنحاول نعلم أولادنا أولادنا كمان بيعلمونا اللي مش قادر يفهم الفهم ده هيبقى عنده مشكلة جدا جدا في العصر اللي احنا فيه يعني لو هو لسه متصور أنه هو مصدر المعرفة الوحيد لأولاده عنده مشكلة أولادنا كمان مصدر للمعرفة لينا أكيد مصدر للمعرفة مش لازم يكون مصدر للتربية في فرق بين مصدر المعرفة ومصدر التربية طب أنا بقول الكلام ده ليه لأن الكلام ده هيحط لنا قاعدة مهمة جدا وهو النفع المتبادل أنه يبقى أنا وأولادي فيه نوع من أنواع النفع المتبادل الكلام ده النهاردة مهم جدا وإحنا بنتكلم إحنا صحيح إحنا في عصر ما قبل انفتاح على ثقافات وقيم مختلفة عننا فيه ثقافات متعددة حوالينا إحنا على الأقل أولادنا مزنوئين محشورين بالتعبير محشورين ما بين ثقافتين ثقافة شرقية وثقافة غير شرقية الثقافة الشرقية معروفة بأنها محافظة بتسعى إلى ففيه ثقافتين بالتصنيف القديم لثنائية المجتمعات اللي أنا ما بفهمهاش اللي بسبب قراءة المجتمع بهذه الثنائية بقى عندنا فكرة تانية أنه ما فيش ثقافة بس إحنا أولادنا فعلا محطوطين ما بين ثقافتين على أولادنا بقى خوف كبير على أولادنا يعملوا إيه خاصة اللي في مرحلة المراهق وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلكم رائن وكلكم مسؤول عن رأيتي معنى المسؤول عن رأييته أنه هو محل مسألة مش محل مسؤولية بمعنى إحنا كمان بنفهم مفهوم المسؤولية بشكل مش صحيح المسؤول هو المعرض للمسألة فعشان كده وإحنا بنتعلم مع أولادنا وبنبني أولادنا إحنا سنسأل عن كيف رعيناهم لكن هل من الرعاية الرشيدة أننا نلعب دور المفتش على أولادنا طول الوقت دور المراقب في بعض الأولاد يجوا يقولولي أنا حاسة أن عين بابا وماما ملزوءة في أفايا أنه النفسهم يعني طول الوقت معايا بعض الأباء علشان يتطمنوا على أولادهم بيمارسوا بعض الأشياء اللي في الحقيقة ممكن توصلهم للوقوع في الإسم الشرعي أن هما يتجسسوا على أولادهم فيرقبوا تليفوناتهم على سبيل المثال أنا ما ينفعش رأي بتليفون أبني؟ لأ يا سيدي زي ما الست ما تنفعش نرقب تليفون جزء وزي ما الزوج ما ينفعش رأي بتليفون مراته كذلك احنا ما ننفعش نرقب تليفون أولادنا إيه ده؟ احنا حقنا التربية آه أنت من حقك التربية بس انت ملكتش الأولاد دول الأولاد دول اللي هم أعراض الأولاد دولة عندهم مسئولية الأولاد دولة من حقهم يختاروا فيحسسوا الأولاد أن هم بيلحقوهم فلو كانوا بره البيت مثلاً يكلموا صحابهم عشان يتأكدوا فعلاً أن هم معاهم بالله عليك إيه شعور الولد يعني استحلفك بالله إيه شعور الولد أن أنت بتتصل بصاحبه عشان تتأكد أن هو معاه أو يتصلوا على أولادهم ويطلبوا منهم أن هم يفتحوا الكاميرا عشان يتأكدوا أن هم صادقين وأن هم في المكان الفلاني وكل ده بدافع وتحت هاجس وتحت شيء بتلعب بين نفس الأمارة بالسوق تحت فلسفة إيه؟ الحماية أنا بحميك حتى لو بحميك من نفسك فالولد يحس أنه إنسان مش محل ثقة فبعض الأولاد بيحسوا بالخنقة والضغط لما أهليهم يكتروا من الأسئلة كان هم بيحققوا معهم زي احكي لي بقى عملت إيه؟ بالضبط إيه وعا تنسى حاجة؟ قابلت مين؟ واتكلمته في إيه؟ طب هو رد عليك قالك إيه؟ طب أنت ردت عليه قلت له إيه؟ طب أنت فاهم هو كان قصده إيه؟ فأولادنا يحسوا إنهم في الحقيقة مش بنقدمين مكتملين ده حاجة كده الأهالي بيلعب قطعة شترنج الأهالي بيحركوها وبعد كده نطلب منهم بعد كده لما يكبروا إنهم يكونوا قادرين يعتمدوا على نفسهم يعتمدوا على نفسهم إيه الأمارة؟ إيه أمارة إنه يعتمد على نفسه إذا كنت أنا ربيته بهذه الطريقة؟ ترجمة نانسي قنقر